ضمن العنشطة والبرامج السياسية التي تنظمها اللجنة الوطنية المقلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري قوناريك لتوعية المواطنين حول أهمية أخذ بطاقة الناقب وصلت اللجنة إلى الدائرتين الثالثة والسابعة بهدف تخديم الرسائل التوعية التي تكون لسالح سكان الحارات والمربعات لتسجيل أسمائهم في سجل القوائم الانتقابية لاستخراج بطاقة الناقب التي تسمح لهم بالتصويت في الاستفتاء الدستوري القادم وكذا في المجالس البلدية وممثلو البرلمان وفي هذا الإطار فقد قدم منسق الخلية الفنية للجنة الوطنية عيسى الجدي وعمدة مدينة أنجمينة السيدة باكيرا فاتمة زحر دقا عن فحوى مطمون الرسالة وأضافت مندوبة الحكومة لدى بلدية أنجمينة السيدة أمين بكوجيانا الهدف من تنظيم هذه الحملة التوعوية كما أضاف المسؤول الإداري والمنسخ لللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري هو الآخر أشاد بهذه البادرة الوطنية التي نظمت لتوعية المواطنين وأكد أن هناك بعض الصعوبات التي تعيق عملية التسجيل وقد تم عرض أمال مراكز التسجيل أمام الحاضرين